في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا راق القلوب و لحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل فا نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تطوي في دروب بين المدار والشعوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجه و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا و حبيبنا و قدوتنا و قرة أعيننا محمد صلى الله عليه و آله و سلم أما بعد إخواني و أحبابي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أنا في حياتي و أخوكم فهد الكندري مر بتجارب كثيرة جدا من قراءة كتب من احتكاكي بشخصيات كثيرة جدا من المجالات العديدة جلست مع والدي رحمه الله أبي أحدد موقفي في حياتي و أنا صغير سن أني أختار رياضة أختار أين دراستي أختار أين تكون حياتي أبي أكون مؤثر في مجتمعي سبحان الله الأمر الوحيد الذي خلاني سعيد في كل حياتي أجد البركة في كل حياتي أجد تقدير الناس توقير الناس لي احترام الناس لي هو أمر واحد من هذه التجارب هو حفظي لكتاب الله سبحانه و تعالى والدي رحمه الله يقول لي يا فهد بعد ما اخترت أنك تحفظ القرآن مو بس حياتك اللي تغيرت تغيرت حياتك تغيرت حياتنا بيتنا أسرتنا مجتمعنا فقط لأن الله سبحانه و تعالى وفقك أنك تحفظ القرآن الكريم كاملا والحمد لله رب العالمين رب العالمين يسر لي أنه راح يكون عندي برنامج 30 حلقة أنا كنت سعيد مع القرآن ولأني والله أحبكم في الله سبحانه و تعالى اخترت أن هذه 30 حلقة كلها تكون مع حفظ كتاب الله سبحانه و تعالى نبن نتعلم مع بعض شلون نحفظ و إذا حفظت القرآن بعد ما تتأثر بهذه 30 حلقة اللي كلها كتاب الله سبحانه و تعالى بإذن الله أنا أوعدك أنك راح تشوف السعادة في حياتك و في بيتك و في بسرتك و في كل مكان و لكن الوعد ليس مني هو الوعد من الله سبحانه و تعالى فضاء القرآن كثيرة راح نتكلم عنها بهذا البرنامج سعادة كبيرة لنا بحفظنا للقرآن الله سبحانه و تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحين فلنحينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذا الوعد من الله سبحانه و تعالى عمل صالح فما بالك إذا كان هذا العمل الصالح هو حفظك لكتاب الله سبحانه و تعالى بإذن الله في برنامجنا و إذا كانت مسافر مع القرآن سنذكر لكم الخطوات العملية التي ستعينك على حفظ القرآن و القواعد الأساسية و الأسرار المهمة التي ستسهل لك حفظ كتاب الله سبحانه و تعالى و نحن معكم بإذن الله سنسافر إلى عدة دول نسلط فيها الضوء على الحلقات القرآنية و النماذج القرآنية الرائعة التي سيكونون بإذن الله لنا قدوات حتى نحفظ كتاب الله سبحانه و تعالى لكن قبل هذا و السؤال المهم هل أنت تتمنى أنك تحفظ القرآن الكريم؟ من و فينا ما يتمنى أن يكون حافظ لكتاب الله سبحانه و تعالى من و فينا ما يتمنى أن القرآن هذا يكون رفيقه في الدنيا من و فينا ما يتمنى أن القرآن هذا يكون لا نور في قبرة من و فينا ما يتمنى أن يرتقي إلى أعلى درجات الجنة بهذا القرآن كثير منكم يقول يا شيخ فهد الأمنيات كثيرة و صعبة و حفظ القرآن من الأمنيات الصعبة أنا أقول لك يا أخي اللي قال لك هذا الكلام والله غلطان غلطان حفظ القرآن سهل أنا أخوك فهد حافظ القرآن و وجدت أن القرآن حفظه سهل و نماذج كثيرة أنت شوف أي حافظ قرآن تسأله يقول لك القرآن حفظه سهل جدا و قبل هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحقيقة الإلهية و التجربة الواقعية تبين لنا أن القرآن هذا سهل جدا أرجوك من الآن اعزل و اتخذ قرار أنك تحفظ القرآن الكريم كاملا ما لك شغل بأي شخص سلبي يقولك إن القرآن صعب بإذن الله نحن رح نكون معاكم في هذا البرنامج برنامج مسافر مع القرآن و أنتم معنا مسافرون مع القرآن يقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنا و لما أسلم وتله للجميل و ناديناه أيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم طلاب التركية لا يعرفون اللغة العربية يجب عليه أن تتعارف حروف القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر تسألني تقول لي يا فهد متى البداية قولك البداية الآن أعز منك أنت تحفظ القرآن الكريم عائلة دي ما كان يعرف يعني ولو شيء من الإسلام بفضل من الله سبحانه و تعالى امتهت رحلتنا القرآنية في تركيا في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحظرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب كيف كنت حفظ القرآن؟ ما هي الطريقة في حفظ القرآن؟ طريقة مغربية الطريقة المغربية؟ على الألواح؟ ماشاء الله كان الشيخ هو يكتب لك؟ بعد ما حفظ القرآن كيف كان أثر القرآن على بيتكم؟ على منزلكم؟ على حياتكم؟ تخلينا نور تخلينا البيت تخلينا نور ممنوع المصاحف في هذا المكان ممنوع تماماً إذا أخطى يسأل صديقة إذا صديقة لم يعلم يسأل صديقة لآخر لا يرجع إلى المصحف إلا بحاجة قصوى كيف كانت حياة الطاعة مع القرآن؟ الحمد لله بفضل الله وجدت نفسي في عائلة محبة للقرآن والوالد والوالدة كان دائماً عن نجو قرآني في المنزل طاعة جاء بعد سلسلة من ارتلاءات ترجمة نانسي قنقر 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 نحن الآن في موريتانيا التي كانت تسمى في السابق بلاد شمقين أنتم أشد خلقنا من السماء بنا رفع سمكا فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولا رضا بعد ذلك دحاها يجب عليك أن تستشعر يا من يحفظ القرآن الآن مكانتك عند الله سبحانه وتعالى موسيقى موسيقى مصر الذي قيل عنها قرئ القرآن في مصر لذلك أتينا إلى مصر كي نقابل النماذج الرائعة من حفظة القرآن سيخ ضياء أريد الآية 92 في سورة يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إني أرى في منامي أني أحارب قيش العدو وهو إسرائيل ثو أقتلهم ولكني لا أرى السلاح في يدي أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع لي بصر لا تريد أن يرجع لله لماذا؟ لماذا؟ شيخ أحمد بن سلم حفظ القرآن كاملا بشكل رائع وهو مصاب منذ الولادة بمرض التوحد اقرأ آخر وجه من سورة الحج يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَسَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعور شيخ محمد مصاب بإعاقتين وليست إعاقة واحدة هو مصاب بإعاقة ذهنية وإعاقة سمعية ولكنه يحب القرآن حباً كثيراً تحب القرآن ولا لا؟ آه ليعا يستحفظ القرآن كله؟ والله قراء القرآن أحسد حاجة من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السيّد وأيضاً من الضروري وأنت تحفظ القرآن أن تبتعد عن الصاحب السلبي يما كم كنت تحفظي يعني كم كنت تحفظي في اليوم؟ ثلاث آيات ثلاث آيات فقط أربع آيات ما هو يكون بس قليل دائم أوه قليل دائم نعم خير كثير منقطع نعم أنا الآن في مركز قرآني فيه من الأمور الكثيرة التي أتمنى كلكم أن ترونها معي نمضي على درب الصواب قبل أن تجلوا الخطو وأنا أتجول في هذا المركز الجميل والرائع في الشيشان مركز الشيخ زايد رحمه الله لحفظ القرآن الكريم وأجلس مع النماذج وأسمع الأصوات الجميلة من بينهم شخص اسمه إخوان قيل لي أن هذا الشخص ما شاء الله عمره 12 سنة حفظ القرآن الكريم كاملاً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب قبل أن تجلوا الخطو جميل جداً وأنت تحفظ القرآن حتى لو كنت حفظت جزء أو جزئين في بداية رحلتك تخيل أنك حققت هذا الهدف وحفظت القرآن الكريم كاملاً و القلوب وحدنا رب و القلوب أنت تريد أن تحفظ القرآن؟ أمنيتك أن تحفظ القرآن؟ أنا أعتقد أي إنسان يسأل هذا السؤال هل تريد أن تحفظ القرآن؟ رح يقول لك أيو الله ودي أحفظ القرآن وأمنيتي لكن شلون؟ ما أقدر صعب شنو الطريقة؟ أنا أقول لك إذا تبيت طريقة تابعني ثلاثين حلقة فقط في هذا البرنامج ولا تفوت أي حلقة بإذن الله أنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى رح أعينك على حفظ القرآن و راح تشوف نماذج تأثر عليك و تحفظ القرآن فاتتك حلقة تابعها على النت بنفس الوقت بإذن الله و ما راح تفوتك و أنا وعدك إذا تابعت معنا الحلقة و أخلصت النية لله سبحانه وتعالى سوف تحفظ القرآن الكريم في نحلة تطوي الدروب بين المدائن و الشعوب و بحضرات ذكر الحكيم و حدنا رب القلوب و حدنا رب القلوب و لحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب و لحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في نحلة تطوي الدروب بين المدائن و الشعوب و بحضرات ذكر الحكيم و حدنا رب القلوب و حدنا رب القلوب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب ما بعد من قبل أن تجل الخطوب